بيت كرامي بسيطة. أنه يعني بسيطة. قبل رفيق الحريري يمكن بمئة سنة. بتعين سنة. طيب اليوم عبد الرحيم راد. بس قاعدة تياري مستقبل قصدي. كلهم عندهم قواعد. رح نحكي رح نحكي. أسامة سعد موجود. ببيروت في ناس موجودين. في ناس بتحبيهم كما بتحبيهم. بس موجودين في قوة في أحزاب. في شخصيات السنة. السنة أمي منهم طائفة. السنة مش مثلنا أقليات بتخاف. عرفت كيف. السنة أمي مفشي بخوفهم بعدين. ولا والامتداد كله. يعني بسيطة. محاولة تقزيم السنة. واعتبارهم طائفة. هي ضرب للسنة. فما تخافي بالموضوع السنة. بيفرزوا كثيرا لك. لكن ما تخافي. بهاق موجود. أنا مش خايفة. أنا مسألك عن شركات الاستطلاع. إذا بايت الحريري بهاق موجود. نادر شو بيشكي. السيدة بهاي الحريري أعلنت. أنها سحبت. ما اختلفنا. أكيد السيدة هي رح تعمل لك بعدين. في كثير ما تخافي بكرة. انتخابات تفرز كثير. لكن بدي أقول لك شغلة. في كثير ناس من هاضي جديد. عبي طلعوا. أنا كثير منهم بحكيهم ببعث وراهم. طعا فهمني شو نظرتك لبناء الدولة. عبلاقي في ناس. عندها نظرة كثير حلوة لبناء الدولة. عندها أفكار كثير حلوة. لكن القواعد الشعبية التي اعتادت أن تكون قاعدة شعبية لتيار المستقبل. وحضرتك تعرف أنه عنده قاعدة شعبية قوية جدا ومتينة. ولا تزال حتى الساعة شركة الاستطلاع بتقول أنه لا يزال متقدم. مزبوط لا أحد يلغيها. بالعكس طيار المستقبل فيه ناس ممتازة فيه كوادر ممتازة فيه ناس محترمين فيه. هل ستنكفئ برأيك هذه القاعدة؟ ولا اليوم في محاولات من الزعماء أو قوى سيتي لتناتشها؟ لا 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 يجب أن يكون في محاولات لتناتشها. بالعكس الحفاظ عليها كقاعدة معتدلة وما إلى ذلك. ولكن لا يعني السنة الآخرين متطرفين. طبعا نحن أقولها في كتير قيادات سنية. ما رح تعمل حضرتك بالانتخابات المقبلة مع من؟ يعني يمكن أن التحالفات أصبحت واضحة مع الثائر وطني الحر أو لا؟ لا لا تحالف أنا والمير طلال واحد هذه محسومة. الباقي كله بعده يتناقش. الثائر وطني الحر منه محسوم؟ يتناقش بعد ما خلصنا. بس تحالف النائب طلال أرسلان مع الثائر وطني الحر محسوم؟ لا أنا ويا واحد أنا ويا واحد أنا ويا محسوم أنا ويا والأحجاب. بس هو منه باقي بتحالفه مع الثائر وطني الحر. عم تقول إن حضرتك أنت ويا واحد. نكون بموقف واحد نحن. ما ممكن نكون بموقفين أنا والمير. عرفتي كيف نكون بموقف واحد. هلق وبعدين يعني بس إنه نحن بموقف واحد ومن نناقش. منشوف شو المصلحة. منشوف شو المصلحة يعني اليوم. هذا القانون بدك تقعد تعدي أرقام وحواصل. نعم. يعني هذا القانون. كيف رح يأثر عليكم إجابة انتحاب سعد الحريري من المعركة؟ لا. من شوف بش ولاي أنا 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 والله يعني أنا إذا بتساليني. بتمنى كنت لا ما ينسحب يعني إذا بتقليلي. رغم كل عبقلك الموقف. ولكن لا بتمنى ما ينسحب يعني بتضلك أنت مع مع طيار المستقبل تلتقي بكثير محلات. بتلتقي بالعروبة. بتلتقي بالاعتدال. بتلتقي بكثير محلات معه. يعني ما أنه لا. ما أنه لا. ما أنه لا. ما بنظر له هاك أنا. أنا بنظر له إيه بيعمل فراغ إيه. بس بقليلي بيعمل أحباط سنة لا وجود للأحباط السنة. يعني السنة أكبر من أنه يحبطوا. سنة الأمة. هم ماشيين وراءهم يعني شو. اليوم وليد جنبلات النائب وليد جنبلات رئيس حزب تقدم الاشتراكي وليد جنبلات. مبارح أعلن أنه في تحالف مع القوات اللبنانية في مناطق مشتركة طبعا بيناتكن. حضرتك عم تقول أنه أنت والنائب طلال إرسلان سوا وبعتكن ناطرين شو بتكن تعملوا. كيف هي العلاقة مع التائر الوطني الحر وهل يمكن أنه. تواصل مستمر. وليش بعضه التحالف مع أنه محصوم؟ عم نناقش يعني فيه فيه نقاش تفصيلي ببعض الشغلات. يعني أنا بالنسبة لي جوزيفين أنا بدي أنزل بورقة بمشروع انتخابي. أنا ما يعني هؤلاء أمور صاروا وراي أعمل نيب وأعمل وزير وأعمل ما بتعني لي كثير القصة. أنا بدي أعمل مشروع انتخابي. أعمل ورقة مثل هاي مش أكتر من هيك. اللي بيوافق معي على الورقة باتفق قنوية. يعني ورقة من فيه قوانين بدي أحكي فيها. فيه إصلاحات بأن نحكي فيها. وأنا بفل من المجلس إذا فت على المجلس وما فيي أعمل شيء بفل بعد سنيا. ما بقعد يعني أنا ما ممكن كون شاهد زور بمجلس نوات. ما هو القوانين اللي بدكيها واللي ممكن مثلا ما يوافق عليها جبران بيسير. لا كثير شغلات يعني بنحكي فيها. يعني بتبلش من هذه القوانين اللي إليها علاقة بالتوقيف الأحتياطي. عرفتي كيف اليوم أنا بشوف أنه أنا بشوف القاضي. بنظر لبعض القضاة كجلدين وليسوا كقضاة. مثل مين؟ في قضاة أوادم كثير بالقضاء اللبنان. في قضاة جلدين. يعني مثلا هذا الموقف بعده. مثلا موظفين بالمرفأ سنة ونص أو أكثر. هاودي إذا إلهم علاقة بعد ما استجوبتني يا أخي. إذا إلهم علاقة استجوبوا. ما إلهم علاقة فلتهم. ما بيجوز بيروحوا أهلاتهم لعندك. بتقول لهم إنه إذا فلتهم بصير الملف فاضي. خلوني مش لي شي وزير وفلتهم. خفي هاي والدني. هل تحكي عن القضاة؟ طبعا طبعا. أنا أجل عندي أهل الموقفين. وإنه يخبروني. هنه يخبروني بالتفاصيل. أهل الموقفين اللي إيه؟ شو قال لهم؟ شو بيحكي معهم؟ قال لهم هذا. وهذه واحدة من الحكات. اللي قال لهم يا. أنه بصير الملف. شو هل تخفي هذه. يعني إذا في مظلومين ناس. اليوم في موظفين. هيك جوابهم. إنه أنا إذا أطلق سراحهم بيصير الملف. خذي حدا منهم. خذي حدا منهم. إجوا نسوين. مبيني النسوين. ما بيعرفوا يكذبوا. ولعبوا يخترعوا شي. ولأنهم علاقة. فاتوا هايك حرام بالصدفة على الأمور. طب أنت اليوم مش حرام عليك. أنت بلا ضمير. يعني ما عندك ضمير. أنه أنت توقف ناس. لأنه هايك. يعني أنت بدك تعمل ملف دسم. أو ملف بليان. إذا عليهم شي. الله لا يردون. هلأ هم مش هو أوقفون. هم هنا موقفين من قبله. هلأ هم موقفون. ما فيه القاضي. القاضي إذا جريء. تطلق صراح البريء. الجبان هو اللي يتمرجل على الضعاف. ما فيك للقوة. عايبة عليك تتمرجل على الضعاف. أنت ما فيك للقوة. أنت ما قدرت توقف قائد جيش. رغم أن الجيش مسؤول. ما قدرت توقفه. وانت ما قدرت. تجيب وزراء. لأنك أضعف. من أنه يردوا عليك الأمنيين. بس هو اللي ما قدر. ولا هن واجهوا هذا. هو طلع قرارات قضائية. طلع قرارات بزبالي. وليك بزبالي. وكبوله إله معهم كمان. انتهت تحقيق برأيك خلص. مين بده عاين بعد رؤيا صغراء. بغيش يتعين. بغيش يصير من هون لخمسين سنة تعيين. يعني برأيك. وصل الملف هو لمحل. عمل أموره الشخصية. قال شو بقلة لوحدي من أهل المغوية. أنا أقوى مسيحي في لبنان اليوم ما حدا في لي. مجنون. عرفتي كيف مجنون مجنون رسمي.